أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن تثمين مساعي الولايات المتحدة في توسيع دائرة السلام بالمنطقة وأضاف قرقاش خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجي البحريني عبدالطيف الزياني ووزير الخارجي المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الإسرائيل يائر لابيد أن اتفاقات السلام خلقت فرصاً اقتصادية كثيرة كما أنها تسمح بالمساعدة في عملية السلام بشكل أكبر من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين باتفاقات السلام التي أبرمتها الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل مضيفاً أن الولايات المتحدة تريد المزيد من التقدم والتعاون في الشرق الأوسط وقال بلينكين أن هناك رغبة في البناء على اتفاقيات السلام من أجل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيل يائر لابيد أن اتفاقيات السلام في منطقة الشرق الأوسط تعود بالنفع على الشعوب معرباً عن الترحيب بأي دولة تريد الانضمام لمسار السلام في المنطقة